صحة وسعادة بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء صحة وسعادة برنامج تلتقي به الهيئة معكم وتفتح هذه النافذة مع مؤسسات المجتمع وأفراده لتكون ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها في هذا البرنامج نحاول طرح مختلف الموضوعات الطبية التي تشغل بال الجميع فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وهذه أطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج محمد الصفار ومن التنسيق اللي خد سارة يوسف ومن الإعداد فريق اسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي إذن مستمعين مثل ما عودناكم دائما نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأخبار التي تطالعنا بها الصحف نقرأ منها مذكرة تفاهم بين صحة دبي ومجلس الأعمال السويسري لرعاية المسنين تفاصيل الخبر أبرمت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السويسري مستهدفة فتح آفاق التعاون والتنسيق لتحسين حياة المسنين وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات الطبية والعلمية المتخصصة في شؤون فئة كبار السن وعقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية المتصلة بطب الشيخوخة وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن ورفع مستوى تأهيل الأطباء والمتخصصين المعنيين بالعناية بهذه الفئة المهمة وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعن مجلس الأعمال السويسري رئيس المجلس بيتر هارا دين بحضور السفيرة السويسرية مايا تيسافي وعدد من المسؤولين في الهيئة والمجلس وذلك في مقر الهيئة يوم أمس وتعد مذكرة التفاهم نواة لمشروع الاستعانة بأحدث أساليب التدريب والمجلس المعرفة وأفضل الممارسات الطبية في مجال إدارة القطاعات الصحية التي تخدم المسنين فضلا عن القيمة المضافة للمذكر والمتمثل في مد جسور من التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في السويسرا ما يتيح عملية تبادل الخبرات والتجارب واجراء البحوث المتخصصة المتصلة بمجال الشيخوخة أيضا خبر ثاني يمكن يكون طريف شوية يقول منح النساء مكافأة على تناولهن الموز يعرض علماء على النساء مكافأة قدرها تسعمائة دولار على تناولهن ثلاثة موزات يوميا من خلال أو في خلال أربعة أيام وهذا من شروط تجربة يجريها علماء جامعة آيوا الأمريكية في إطار إجراءات ترمي إلى مكافحة النقص في فيتامين أي الذي يعاني منه سكان بعض الدول الأفريقية وخاصة أوغندا وتكمن ميزة هذه الدراسة في أن إحدى هذه الموزات تحتوي على عناصر معدلة وراثيا وهي بيتا كاروتين الذي يحتوي بعد تعديله في جسم الإنسان على فيتامين أي وستشارك في هذه التجربة غير العادية 12 امرأة وستخضع المشاركات في التجربة لفحص دميهن أثناء هذه المشاركة ويرى علماء آخرون أن الموز من هذا النوع قد يضر بحالة الإنسان الصحية طيب أنا لو أشارك يعني والله أعتقد موضوع جميل 900 دولار على أربع موزات في أربع تيام حلوين طيب على طار الموز في خبر يعني نشرناه من فترة في البيان الصحي يقول الموز لمحاربة الإيدز والإنفلونزا وفيروس السي هذا الموز عدمه معدل وراثيا فيقول في إطار التطور العلمي الذي يشد عالمنا في الوقت الحالي يطور العلماء عقارا عجيبا مستخرجا من ثمار الموز يمكنه القضاء على طائفة واسعة من الفيروسات من بينها الإنفلونزا، التهاب الكبد الوبائي، فيروس سي وحتى الإيدز وبفضل عملية تطهير بيولوجية نجح الباحثون في جامعة ميتشيغن منذ خمس سنوات في عزل بروتين اللاكاتين الموجود في الموز وأطلقوا عليه اسم بانليك ونظرا إلى أن اللاكاتين قادر على الالتصاق بالسكريات فإن بانليك يعمل عن طريق الالتصاق بجزئيات السكر الموجودة على سطح أعنف فيروسات العالم وبمجرد التشبث بها ينعدم ضررها ويمكن بذلك التخلص منها بسهولة عن طريق جهاز المناعة في الجسم استطاع الباحثون حاليا تغلب على الأثار السيئة التي نجمت عن اختبار الدواء سابقا حيث تطوروا نسخة جديدة من بانليك التي أثبتت فعاليتها في محاربة الفيروسات باختبارها على الفئران ولم تسبب أي أنواع من الحساسية المفرطة غير مرغوب فيها والتي ظهرت في الإصدارات السابقة من العقار الذي لا يزال تحت الاختبار يعني لا يزال تحت الاختبار ويعتقدون الباحثون أن هذا العقار ينجح أيضا في محاربة الإيبولا من منطلق أن جميع هذه الفيروسات تكون مغطاة بجزئيات من السكر التي يستطيع البانليك الالتصاق بها ومن ثم تخلص منها بواسطة مناعة الجسم من جانبه قال الدكتور ديفيت ماركوفيتش أستاذ الطب الباطني في جامعة ميتشيغن وأحد المشاركين في البحث ما قمنا به هو أمر مثير للغاية فهناك احتمال أن يتمكن بانليك بعد تطويره من مكافحة واسعة النطاق لجميع أنواع الفيروسات وهو أمر غير متوفر في الوقت الراهن وبرغم أن العقار يلزمه المزيد من الوقت للتغلب على عدد من العقابات قبل اعتماده علاجا فعالا للقضاء على الفيروسات فإن التجارب الأخيرة أثبتت ضرورة الاهتمام بتطوير مضادات الفيروسات يعني باختصار يا جماعة كله موز الموز في البوتاسيوم عالي طيب أيضا في شغلة نحن يعني وايد مهمة يمكن وايدين مننا ما يأكلون هذه الفاكهة لسبب أو لآخر نزيل فبما أنه عندي وقت قبل الفاصل بقولكم هذا الخبر عن الرمان اللي يشوفون صيدلية طبيعية لعلاج الأمراض كيف؟ الرمان هو أحد أهم الفواكه على الإطلاق لاحتوائه على العديد من المركبات الغذائية المهمة كما أنه يساعد على علاج مجموعة واسعة من الأمراض فالقيمة الغذائية يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من الماء تقدر ب84% وهي نسبة عالية للغاية كما يحتوي على البروتين بنسبة 3% وهي نسبة جيدة و10% من مواد سكرية 1% حامض ليمون و2% من الألياف الغذائية أيضا يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة لوظائف الجسم وتضم الثمرة المتوسطة منه 100 سعر حرارية 1 كيلو جرام من الألياف أي ما يعادل نحو 4% من القيمة الموصى بها يوميا كما أنه يحتوي على 4% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين A و15% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين جيم و2% من القيمة الموصى بها يوميا من الحديد إذن يعني لم نقول صيدلية متكاملة بالفعل هي تمر تحوي صيدلية متكاملة الآن بالنسبة للحوامل أكدت العديد من الدراسات أن تناول الأم للرمان أثناء حملها يمكن أن يحمي أطفالهم من الأمراض يعني عن طريق زيادة كميات الأكسجين كما أنه يعمل على توفير العديد من المواد الغذائية الضرورية للأم أثناء حملها مثل ما ذكرنا فيتامين دال والحديد والكالسيوم وفيتامين جيم فمستمعاتنا اللي يعني هي في أشهر الحمل ننصحها بأكل الرمان ولا تنسين الموز بعد عموما آخر خبر إذا تسمح لي صفار هذا الخبر لأنه شوية أبغي أقوله لأنه يعني عادة نحن نشرب العصاير بشكل كبير لكن في دراسة تقول عند خبراء الصحة يحذرون من الإفراط في تناول العصير يعني حذرت دراسة حديثة مرضى السكري من ومن يتبع حمية غذائية من الإفراط في تناول عصير الفواكه كونه غني بالسكر والسعرات الحرارية محتوى هذه المشروبات من السكر قد يضاهي ما تحتوي المشروبات الغازية أو حتى قطعة من الشوكولاتة وتبت أن كوبا من عصير التفاح مثلا يحتوي على 110 سعرات حرارية و26 جرام من السكر في حين تفاحة واحدة تحتوي على 50 سعر فقط فضلا عن احتوائها على كمية كبيرة من الألياف وتبين الدراسة أنه من الأفضل تجنب تناول عصير العنب كونه الأكثر احتوان على السكر فكوب واحد منه يحتوي على 160 سعر وراقب الباحثون في دراسة مجموعة من الأشخاص قاموا بتناول عصير العنب بشكل يومي لمدة ثلاثة أشهر لاحظوا بعدها ارتفاع كبير في نسبة الإنسولين لديهم واتساعا في عرض الخصر وأيضا هناك أنواع من العصائر قد تكون أفضل من غيرها كعصير الرمان الذي يحتوي شوفوا نحن نرجع حق الرمان الذي يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسادة التي تقيمينها السرطان عصير التوت الغني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة وتنصح الدراسة باستبدال عصير الفواكه بعصير الخضار الفواكه بالخضار كونه أقل احتواء على السعرات الحرارية غني بالمواد الغذائية فكوب مثلا من عصير الطماطم مع أن الطماطم في بعض الأحيان ينسب إلى الفواكه ما ينسب إلى الخضار عموما بغض النظر الخبر يقول أن كوب من عصير الطماطم يحتوي على أربعين سعرات حرارية مقارنة بمئة وعشرين سعرات لعصير البرتقال ولا بد أن يكتفي المرء بكوب واحد من عصير الفواكه في اليوم والابتعد عن العصائر المعلبة يعني يا جماعة الخير أنا ما أقولكم لا تشربون عصائر شربوا عصائر بس سبحان الله نحن ديننا مبني على الوسطية لا إفراط ولا تفريط فأي شيء بتاخذ زيادة عن اللزوم هذا بيضرك يعني حتى كانت في دراسة بخبركم عنها سبوع اليهاي عن الماء الإفراط في شرب الماء ترى بعد مؤثر هذا الماء أنا أتكلم عن الماء في دراسة طلعت في هذا المجال لكن عموما عشان محمد صفار ما يزعل علينا خلونا نطلع مع هذا الفاصل وبعد الفاصل ما نطرح موضوع جميل جدا ما نتكلم عن إجازات قسم جراحة القلب والصدر في مستشفة بي وراشد وأيضا ما نتكلم شوية عن أمراض القلب بشكل أو بآخر من خلال صدافتنا الدكتور باسل الزقان استشاري أمراض القلب وجراحة الصدر بمستشفة بي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي إذن مستمعين يعد قسم القلب وجراحة الصدر في مستشفة دبي من الأقسام الحيوية التي حققت إنجازات متميزة خلال العام الماضي وساهمت بشكل فاعل في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى القلب وفقا لأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية في هذا المجال الطبي المتميز للحديث عن قسم القلب وجراحة الصدر وما حققه من إنجازات يسعدنا أن يكون معنا في السوديو اليوم الدكتور باسل الزمقان استشاري أمراض القلب وجراحة الصدر بمستشفة دبي حياك الله معنا دكتور يا هلا سأل فيك في الجمهور الكريم دكتور يعني جراحة القلب وأمراض الصدر أنا كنت أعتقد أن هذه لتخصصين من فصلين لكن يمكن في بعض الدول هي تخصصات جراحية مستقلة وفي دول معينة هي يتم دمجهم ضمن تخصص واحد يعني هذا يخلي الجراح ياخذ التخصصين جراحة القلب والصدر ويمتلك خبرة أوسع من الجراح العادي اللي متخصص فيه القلب أو في الصدر الآن قبل أدخل في الإنجازات اللي حققتوها في قسم أمراض القلب وأيضا جراحة الصدر سواء في مستشفة دبي وأنت أيضا في مستشفة راشد عندك كذلك عيادة إذا ما نتكلم عن هذه التخصصين دكتور شو ممكن نقول بشكل عام عشان نعرفه كتعريف مبسط حق المستمعين هل هو قصدك بالتخصص جراحة القلب والصدر بشكل عام؟ طبعا هو قصد جراحة القلب هو تخصص منفصل بحذاتها إذا رجعنا على الأولد فاشن بأوروبا أو في أمريكا كان الإنسان بيدخل بجراحة القلب وجراحة الصدر بنفصلين كومبليتلي وكانوا بيؤدي للوظيفة بنفس المستشفة إلا أنه في آخر فترة من 2007 تم فصل القسمين كومبليتلي عن بعضهم ففي مدارس وفي سكولس أنك بتعمل فقط جراحة القلب أو جراحة الصدر وفي مدارس وكليات طب بتجمج اثنين مع بعض بحيث تطلع إنتاج كجراح قلب وصدر مع بعض جميل طيب دكتور خلنا نتكلم عن فكرة أو ناخذ فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها قسم القلب وجراحة الصدر في هيئة الصحة بمستشفى دبي ومستشفى راشد بشكل عام خلنا ناخذ فكرة عامة عن هذين القسمين وأيضا إذا في مجال كذلك تسمح لي بس قبل لناخذ الحوار بس أذكر بأرقام الهواتف المجال مفتوح اللي عنده أي استفسارة وأي سؤال الدكتور موجود هنا ممكن يرد على هذه الاستفسارات وأيضا اللي عنده ملاحظات على الخدمات التي تقدم ضمن هيئة الصحة وحتى الخدمات في القطاع الصحي أو الطبي في إمارة دبي بعد ممكن أنه يرسل لنا مسج على الرقم 4006 أو عبر الاتصال على الرقم 600551414 تفضل دكتور طبعا بيقدم قسم جراحة القلب والصدر في المستشفى دبي خدمات تخصصية متميزة وعلى درجة احترافية عالية لا تقل عما يقدم من خدمات في مراكز جراحة القلب العالمية وذلك من خلال إجراء العمليات الجراحية التخصصية على عيدك كادر مؤهل على أعلى المستويات وبأحدث ما توصل إليه العلم التقنيات طبعا في دبي خصبتل احنا تخصصنا أو تركيزنا بالأهم على عمليات القلب المفتوحة وبراشد عندنا كمان طاقم متخصص تابع لنفس القسم جراحة القلب والصدر فقط لجراحة الرئة بحكم أن الراشد هوسبيتل هو الأكبر مستشفى للحوادث موجود بدورة الإمارات العربية المتحدة وبحكم الحوادث اللي بتواجهنا وخاصة في منطقة الصدر إضافة إلى السرطانات والأورام الحميدة والخبيثة التي بتتم علاجها وإصالها إما بناحية تشخيصية أو بناحية علاجية براشد هوسبيتل أما في دبي فطبعاً بتتم بشكل رئيسي اللي هو عمية القلب المفتوحة للبالغين بسببها الآن طبعاً فتح مستشفى جليلة هوسبيتل فجليلة هو الآن متخصص أكثر للأطفال والأمراض الخلقية عند الأطفال التي كانت تعمل من قبل في مستشفى دبي طبعاً في دبي بنعمل عملية جراحية متخصصة كثيرة منها حسب المثال والحصر اللي هو مثلاً الكابيج اللي هو الكوروني آتري باي باسكرافتينج اللي هو خاصة بتوصيل الشرايين بالعربي شي يسمونا دكتور بالعربي بسموها عاد هذه بسموها جراحة مجازات الشرايين الأكليلية فهي طبعاً في الإنجليزية أعتقد أصعب من اللغة العربية والتي هي مختصرها كابيج طبعاً هذه بصيلة طبعاً إحدى العملية للشائعة اللي هي تقريباً بتعتبر أكثر من 60 أو 70% من حالات القلب المفتوحة والشائعة بالعالم وفي الوطن العربي اللي هو عبارة عن تضييقات بالشرايين التاجية بالقلب وبناء عليه بتم توصيل الشرايين والأوردة للمضاق التضييق بالعرض في القلب جميل دكتور أنا باخد تفاصيل أكثر عن كابيج صح؟ تفضل باخد تفاصيل أكثر تفضل لكن خلني أخذ هذه المداخلة من المستمع عبد الرحمن ألو عبد الرحمن ألو فصل الخط طيب خلنا رجع الدكتور الشيء الجديد في العملية طب العملية هيصلها أكثر من 40 أو 50 سنة بتجرى بالعالم إلا أنها تطورت بالفترات بالآخر السنوات وتميز عنا بدبي خصبت الحالي احنا منتخذ مناخذ اللي هو عملية الاستقصال الأوردة بطريق المنظار يعني كان في البداية بصير قص الساق وبتعرض المريض لأدة بشاكل للهيلينغ وللالتئام الجرح فحاليا تجاهنا أكثر إلى عملية اللي هو المنظار والإصال الأوردة بالمنظار وهذا يعتبر مستشفنا أو مركز داعنا من أكبر المراكز اللي بتجري هذه النوعية والتقنية من العمليات شو اللي بيحصل بالضبط بيتم فيه إجراء ووصولات شريانية لحل مشكلة تضييق الشرايين وبيتم استعمال شرايين مثل الشريان الصدر الباطني اللي هو الليمة اللي بيكون من الرجل والذي يتم تحضيره حاليا في قسمنا على طريق المنظار من خلال جرح الصغير في الساق مما يجنب المريض اختلاطات الطريقة المفتوحة والتي كانت تجري في السابق وهم شاكلها طول جرح الساق وما يترتب عليه من التآم الجرح وإلى ذلك نعم نفس المستمع معنا عبد الرحمن ألو السلام عليكم محمد الله وبركاته يا أهلا عبد الرحمن الحمد لله صوت الإذاعة كيف الحال الله يسلم اكتفضل يا عبد الرحمن الله يحفظكم طبعا أنا حقيقة فكرة البرنامج رائعة لأن هذه يعني هذه الخطوة تربط من يريد العلاج بهيئة الصحة وبجهدها الجبر أنا من خلال تجربة حقيقة فرجت في قناعة مع احترامي لكل من يمتعين هذه المهنة قناعتي بأن العلاج هيئة الصحة ومرافقها يعني حقيقة محمرة وجميلة والآن لا 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 أذى بلا أي عيادات خاصة طبعا ما من خلال تجربة حصل مايفة أسأل الله عز وجل هذه الهيئة مزيدة مع التوفيق شؤالي سيدي في من يريد أن يتعالج في موضوع عمليات صدر أو قلب المدارس التي تدمج هذين التخصصين هل يأخذ الطالب لهذا التخصص مستوى المعلومة القوية بحيث يمكن أن يكون ماهرا وهو متخصص في القلب والصدر مهارة من هو متخصص في الصدر فقط أو في القلب يعني أنا الآن هل أذى بلا دكتور متخصص في القلب فقط ودونه في المهارة من جمع بينهما أم المدرسة التي خطت هذه الخطوة تعطي جرعة كبيرة بحيث يتقن الأمرين كالمتخصص ممتاز عبد الرحمن أنا أشكرك على هذا السؤال أشكرك على هذا السؤال وسؤالك واضح في محلة دكتور ما أدري ناخذ فاصل ولا نجاوب على السريع دكتور يعتمد بتجاوب فيه دقيقة على السؤال حطول شوي لا حطول خلناخذ فاصل إذن ناخذ فاصل مستمعين وما نرجع صحة وسعادة أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم القديرة إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل كان معنا للمستمع عبد الرحمن وطرح سؤال جدا جميل كان يتحدث عن مسألة التخصص ما بين الأمراض أو جراحة القلب والصدر كان يقول هل الأفضل أني أنا أروح لطبيب متخصص في جراحة الصدر أم طبيب متخصص في جراحة القلب فقط أم ممكن أروح لطبيب عند التخصصين هذه الآن دكتور يعني هي مجوعة مدارس طرحنا في بداية الحلقة تكلمنا أنه في بعض الدول عندهم فصلوا هذه التخصصين في دول مثل أمريكا ما يزال التخصصين مع بعض ما فصلوهم هنا السؤال يعني دكتور شو الأفضل في هذا المجال هلأ حكيت عن خبرت الشخصية مثلا أنا عامل تخصص جراحة القلب وعامل تخصص جراحة الرئة ومارس المهنة كجراح قلب وجراح صدر منذ تقريبا 25 سنة هذا لا يعني أنه الإنسان اللي عامل تخصصين قد يكون أفضل من إنسان عنده تخصص فقط بجراحة الرئة أو فقط أحسن بجراحة القلب أنا بالنهاية رأيي الخاص أنه برجع على خبرة الإنسان وخبرة الدكتور اللي هو عنده تخصص سواء كان بالقلب والصدر أو كان بالقلب أو فقط بالصدر وبالنهاية احنا بهيئة صحة دبي الحمد لله عنا طاقم كامل متميز ومتمرس بالموضوع القلب وموضوع الصدر وعنا عيادات موجودة في دبي وبراشد وبتغطي الحالتين طيب دكتور أنت تحدث شوي عن نبذة تاريخية بالنسبة لجراحة القلب في هذا المجال وأيضا اكتشاف بعض الأمور الخاصة بالقلب والرئة الآن بالنسبة للحالات المرضية اللي تراجع القسم عندكم شو هي أبرز الحالات اللي تدخل القسم وأيضا الانجازات اللي استطاع القسم تحقيقها في العام الماضي طب هي من أكثر الأمراض الشائعة بالعالم وبالوطن العربي وبالدبي بالأخص اللي هي عملية الانسداد الشرايين التاجية والناجمة طبعا عن القصور بعضة القلب وناجمة عن تضييقات بشرايين التاجية نعم إضافة إلى طبعا بعض الأمراض اللي بتصيب الصممات الأربعة الموجودة بالإنسان الشيء الجديد طبعا كما ذكرت قبل الفاصل أنه عامية اللي هو الاندوسكوبيك بين هارفستينج اللي هو عن طريق الاستقصال الوريد فقط بنسبة 8.8% بالقسم بالمنظار وهي تقريبا أحد أحسن الأرقام الموجودة عن المستوى طبعا الشرق الأوسط إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة بلشنا فيها تقريبا من سنتين ومن سنة ونص اللي هي عاميات المنمال الفيزيف لترميم واستبدال الصمامات كالعادة الصمام ترميمه واستبداله بتتم عن طريق شق الصدر حاليا احنا متجاه أكثر عن طريق الفتحة الصغيرة الجانبية وفي المنظار وحمد الله نتائجنا راقة جدا ومتميزة جدا جميل طيب دكتور يعني هذا يقودني للحديث عن يعني أبرز من خلال عملك في دولة الإمارات يعني شو هي أبرز الأمور اللي لاحظتها بالنسبة لي علاج المرضى في الدولة مقارنة مع أنت كنت في ألمانيا أعتقد طبعا في ألمانيا يعني مقارنة مع الدول الأوروبية الآن إذا ما بتكلم عن الفترة اللي قضيتها في دولة الإمارات من خلال علاج المرضى الموجودين في الدولة شو أبرز الملامح اللي ممكن نقول في هذا المجال للأسف من أسوأ الملامح اللي حط طبعا هي أسوأ مو أحسن أنه هو العمر المرضى اللي بتابعونا بالعيادات أو بيخطعوا العيادات قلب مفتوحة هم بسن يعني من الثلاثين والخمسة واربعين سنة تقريبا لو قارنت هذا الشي بخبرتي في ألمانيا يعني ممكن أحكي لك أنه عدد الحالات اللي عملتها اللي تتجاوز تحت الاربعين سنة بالعضاء العصابع وهنا تقريبا لا يتقل عن ثلاثين في المية من الحالات كلها العمر المبكر جدا شو الأسباب من وجهة نظرك الدكتور في هذا يعني أنا أتصور قد يكون نمط الحياة من سبب من الأسباب شو الأسباب بالفعل إذا ما نذكر هذا مؤشر خطير هو فعلا مؤشر خطير بإحدى الأسباب اللي نواجهها ومنلاحظها في دولة الإمارات اللي هو نسبة الديابيتس السكري النبض السكري بالإمارات تقريبا فوق ستين إلى سبعين في المية يعني حسبنا من كل عشر مرضى يخضع لقلب مفتوح سبع منهم عندهم ديابيتس وسبع منهم للأسبب تلاقي خمسين في المية منهم الديابيتس الشكر تاعهم ممضبوط فطبعا هذا إحدى العوامل الرئيسية جدا المرض السكري هذا ما بين سنة وسنتين هذا بيكون عمره تقريبا عشر وتراكمي وبناء عليه بسبب سيط طبعا تغييرات بالوعاء الدموي سواء كان بالقلب أو بشكل عام في الإنسان فهذا بيؤدي لأنه عمره نبكر يصيط ضيقات بالشرايين وقد تؤدي إلى الجلطات وقد تؤدي إلى الوفاة مرة أحيان عشان هيك أغلب المرضى في العمر المبكر اللي بيخطوها لهم يتقلب مفتوحة بتلاقي عادة القلب تعتهم ضعيفة لأنه صار عندهم تراكمات وصار عندهم جلطات وما حسوا فيها ومعروف هذا الشيء اللي عنده ديابيتس ومرض السكري صعب عليه يحس بألم الجلطة كأي إنسان عادي ثاني يعني نقدر نقول لأنه معدلات العمرية للإصابة بأمراض القلب في دولة الإمارات تقل بمعدل عشر سنوات بالأقل عشر سنوات بالأقل عشر سنوات إذن هذي بعض الأسباب طبعا السبب الثاني قد تكون سوء التغذية البيهيف الفاست فود التغذية المصحية الشيء الثاني الاسترس طبعا الاسترس طبعا عامل مهم جدا فلابد الإنسان يحاول تجنب الاسترس والشيء الثالث اللي هو الإنسان يحاول تجاهله اللي هو التدخين سواء تدخين بكل أنواعها سواء كان تدخين عادي أو الشيشة أو اللي بيسموه انتو المدواخ وكلها طبعا هاته تحت مضمون التدخين وهاته طبعا بيؤدي إلى تضيقات بالشرائيين بكل أحوال عادة دكتور يعني حتى التدخين منتشر في أوروبا منتشر في أوروبا بس مو بكثر من هنا نحن هنا لا طبعا هنا بكفي تروح على أي كفي شوب بتلاقي كلهم فيه شيشة صحيح صحيح للأسف عموما دكتور ما نتكلم عن بعض السبل التي ممكن من خلالها أن نقي أنفسنا من أمراض القلب يا ترى ما هي سبل وطرق الوقاية من أمراض القلب طبعا كما هو معروف الوقاية خير من العلاج وطبعا زي ما تفضلت اللي هو طبعا علاج المرض السكري الشائع لابد طبعا الإنسان يخضع لفحص روتيني كل فترة وفترة حتى يكتشف أنه عنده سكري مبكر أو سكري لدرجة أولى أو درجة ثانية نعم الشيء الثاني طبعا ما حكيت اللي هو عن طريق البيهيف السترس الصحاب واحدة الجنة طبعا مجال بالعمل أو في البيت أو ميليو بعدين الشيء الثالث كمان اللي هو الرياضة الرياضة تتبر طبعا إحدى الأشياء اللي ينصح فيها الرياضة الرياضة طبعا لا يجب أن تتناسب مع العمر الإنسان يعني ما بطلب إنسان عمره خمسين سنة يعمل ماراثون يعني هلأقل لو نص ساعة والله في نصف ساعة بس أوكي إذا كان في عندي أمكانية البحر أو على البيت أو في أي مكان ثاني هذا الشيء طبعا طيب جدا طيب هذه طرق الوقاية ما هي يعني أبرز طرق علاج أمراض القلب واللي تتوفر عندنا في هيئة الصحة زي ما تفضلت حكيت أنا طبعا إنه الموضوع اللي هو الكابيش اللي هو بايباس سيجري عن طريق طبعا المنظار باستقصال الوريد أنه ترميم حاليا ترميم حاليا من قد الإمكان رمم الصمام قبل استبداله إن استبدال طبعا بيأتي إلى مرض آخر للمريض في أشياء عالمية تم اكتشافها دكتور ومو موجودة عندنا في هيئة الصحة حتى الآن والمعظم العمليات اللي نحن نحتاجها موجودة مثلا ممكن نقول زراعة القلب يعني زراعة القلب هذا إحدى الأشياء اللي عم بتفكر فيها هي الصحة دبي في المستقبل يعني أنا حاليا تقريبا حاليا دبي هوس بيتل هو الريفرانس سنتر المركز المتخصص لجراعة القلب الصناعي اللي هو الإكمو اللي هو خاصة في عامية القصور القلبي بالأمراض الخلقية وفي إنسان عنده عضلة القلب لا يصلح لأي عدد دخل جراحي فمنطر نزرع هذا الجهاز لفترة معينة جميل حتى إما للعلاج أو للإستب الثاني اللي هو للقلب الصناعي اللي بيكمل أكثر من سنة أنا في سؤال وايد بهم نسيت الدكتور يعني أحيانا كثيرة في أعراض للأمراض أعراض في البداية الآن يعني شو ممكن أتكلم عن أعراض أمراض القلب كيف أنا أحس أن أنا عندي مشكلة في القلب ولازم أروح أفحص ولا أروح أشوف شو هذه المشكلة هلأ السيمتومس أو الأعراض للقلب ما هي فيه أعراض كلاسيك اللي هي يقول لك مثلا التنمم بالجهة اليسرى أو وضع بالصدر قد تكون عندك أعلام بالمعدة اللي هو عبارة عن زورفان تحس بعصارة المعدة تطلع فوق قد يكون أحد الأعراض الشيء الثاني قد يكون الفك سفلي أسنان الشيء ماك وجع فيها سرعة وبط النبضات هذه هذه قد تحصل وقد لا تحصل هذه مو حاجة يعني أنها لازم تكون مميزة ضيق التنفس مثلا قد يحصل وقد لا يحصل مو شرط بس إذا هذا الشيء تكرر والإنسان عنده هم شيء فاملي هستوري يعني شايفاً الأب الأم الأخ الأخت العم الخال في حالات أمراض قلبية بالعائلة موجودة والأعراض هذه تكررت مع الوقت فلابد أن يخضع نفسه لإجراء فحص طبي حتى يكون على يقين أنه ما في شيء طيب إذا طلعت بعض الأعراض على الجلد مثلا تغير لون الجلد دكتور صار رمادي لا هذا ما العلاقة هذا ما العلاقة بالعالم طبعا الآن في بعض الأشياء اللي ممكن نحن نتحدث عنها دكتور عن خطر أمراض القلب يا ترى ما هي المخاطر التي ممكن أن تشملها غير التدخين غير السكري على سبيل مثال العيوب الخلقية في القلب مثلا لا تنسى كمان السمنة والتفاع الكوليسترول وترقل السريد اللي هو طبعا دهنيات بالدم هي أحد العوامل الرئيسية طبعا اللي ترسب ترسب هذه المواد الدهنية بالجهاز الوعائي واللي بيؤدي بالنهاية لتضيقات سواء بالشرعين القلب أو شرعين الدماغ أو شرعين الكلية فهي طبعا أحد الأشياء اللي لابد بالعلاجها وأغلب مرانة طبعا اللي بيجو بيكون عندهم الكوليسترول والترايغراسري طبعا هذا جدا طيب دكتور يقولوا في الطب البديل في بعض السليب العلاج لأمراض القلب أنا لا أحترام الشدي طبعا أنا لا أتخصص بالطب البديل ولا أنا ضد الطب البديل في أشياء كثيرة طب بديل أوكي إلا أن بأمراض القلب أعتقد هذا الشيء لابد علاجه بالطريق الكلاسيك فأنا ما بأأمن شخصيا بصراحة أن الطب البديل قد يعالج تضيقات بالشرعين ما بأمن أن الطب بديل قد يعالج فيه تضيقات بالصمام لأنه هذا يعني ما بين الأمور اللي ممكن تكلم عنها الشريان الأبهر الأسباب والتقنيات العلاجية اللي موجودة في هذا شكرا على السؤال لطيف لأنه الشريان الأبهر هذا طبعا للمستمعين الكرام هو الشريان الضخم اللي بيطلع منه هو نفس اللي سميته صمام الحياة الصمام الحياة له طبعا بيخرج من القلب اللي بيكون مؤكسد الدم وبيغذي جميع أعضاء الجسم في الدماغ طبعا هذا اللعاء قد يكون خلقيا في توسع فيه التوسع هذا قد يؤدي إلى أنه ينفجر بسمه رابتشار وفي أمراض ثانية عن طريق طبعا أنه عن طريق الحوادث قد يحصل بالجزء السفلي منه ويعتبر هذا طبعا من أخطر العمليات القلب المفتوحة على الإطلاق لأن الإنسان لما بيصل لمرحل أنه عنده صار فيه ديسكشن أو تمزق بهذا الشريان بيكون بين الحياة والموت تقريبا بسبب التمزق بيصير فيه ليك وفيصير فيه دم حول الغشاء البلور بالقلب مما يضغط على القلب بمنعه من أنه يضخ الدم وإحنا والله الحمد تقريبا يعتبر مركز دبي ولا طبعا مبالغة الريفرنس سنتر نمبر ون في الإمارات لعلاج هذا النوع من الأمراض وبنتائج تفوق أي مركز بالعالم إن شاء الله الحمد لله هذا الشيء يعني فعلا شيء بالفخر صحيح مركز عالمي صدقني أنا بحكي عن أرقام يعني وعن داتا يعني بروفت يعني الحمد لله والله جميل شايف كيف التقنية هذه شو هي بالضبط دكتور هي تقنية مو أكثر منها إنها عملية معقدة لأنها بالنهاية المريض بيكون جاي يعني هو تقيبا يعني تقيبا في آخر مراحل الحياة إذا صح التعبير وقد يعني يعدي المرحلة هذه أو ما يعديها لأنه التقنية واللوجستيك بالتدخل الجراحي فيها متميز عندنا لأننا ستاب كامل مؤهل وهذا همشي إنه عندك جراحي متمكرين ومتمرسين مع قسم التخدير لأن هذا بلعب دور كثير مع بعض العملية وقبل العملية جميل هنا عندي رسالة من مستمعنا دام وعبد الله يقول للأسف فإن من أهم سباب زيادة مرض السكري نقص الوعي الصحي للأفراد والأكثر مبادرات إعلامية أكثر منها توعوية وعبد الله المبادرات الإعلامية في الأساس هي التوعية التوعية عن طريق وسائل الإعلام للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور أو الناس المعنيين لضمان أنهم يعرفون كل ما يخص مرض السكري هناك الكثير من المبادرات حقيقة أنا ما تحضرني كلها لكن في مبادرات حتى على جلسات شهرية تقوم الهيئة كذلك بالاجتماع بمرضى السكري من فترة لفترة وأيضا تقديم النصح السوان لمرضى السكري أو حتى ذوي هؤلاء المرضى ف يعني عموما هذا البرنامج بعد واحد من الأشياء وأنا أوعدك إن شاء الله في القريب العاجل ما نطرح مرضى السكري مرة ثالثة أو رابعة خلال هذا البرنامج لأن من الأمراض المهمة اللي الواحد يتناولها بين فترة وفترة نرجع دكتور لأمراض القلب أعتقد استوفينا معظم الأشياء التي تخص أمراض القلب عندي أربع دقائق في هذا البرنامج ممكن نتكلم على جراحة الصدر شوية على السريع بشكل مبسط وسريع جراحة الصدر حاليا تقريبا نعملها بشكل مركز براشد وبعض الحالات نعملها في دبي وعندنا طاقم كامل تابع للهيئة ومركز براشد وعدي عيادة كل ثلاثاء نعم تقريبا بنعمل جميع أنواع جراحات الصدر بما فيها التشخيصية والعلاجية والشيء المهم فيها أنه تقريبا 90% من عملياتنا اللي بنعملها بالرئة براشد عن طريق المنظار وتقريبا نعتبر تقريبا من أهم المراكز الموجودة بالإمارات بهذا المجال طيب دكتور هل العمليات اللي تقام بالمنظار تعطي نفس النتائج من العمليات الكلاسيكية هل هي أفضل من العمليات الكلاسيكية المعروفة طبعا هو ما بتحكي أفضل في النهاية هو إذا قدرت أن تتجنب الشق بالجلد بالإنسان هو أفضل بكثير وحاليا الإنسان عم بتطور علم عم بتطور بس النتيجة هي النتيجة نفس الشي وأفضل مرات أفضل مرات أفضل مرات طبعا إذا كانت تحت يعني قسم متخصص هنا دكتور أنا بعد ذكرت يا ربي شفت شغلة جميلة من خلال زياراتي لعديد من المستشعات في أمريكا وفي أوروبا دخول الروبوت في العديد من المجالات الآن في مجال القلب ومجال الرئة متى ممكن شوف الروبوت داش بقوة في هذا المجال والله أتمنى أنا من الأشخاص اللي بالقسم اللي يعني بحث على الموضوع هذا أن نجيب الروبورتيك وتستارت لأنه أصبحنا تقريبا هذا الشي صار يعني بيزيك يعني حاجة مو جديدة قديمة وفي مراكز صارت بالإمارات عنده هذا واتمنى هذا الشي يكون أنا موجود والله أنا شفت دكتور يعني الدقة الدقة في جرام هذه العمليات يعني نسبتها كبيرة طبعا طبعا حتى حاولت تدرب مثل على الجهاز مثل بلاي ستيشن شغلة جميلة يعني أتمنى إن شاء الله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله عن قريب تكون ضم التوجهات إن وجود مثل هذا دكتور في ثلاثين ثانية أو في دقيقة كلمة أخيرة تبغي توجهها والله أنا بشكر البرنامج والهيئة الصحة الدبي على هذا اللقاء الطيب وأعتقد هذا الشي طبعا بصب في النهاية لمصلحة المريض ومصلحة عامة الناس حتى يكونوا على علم بالخدمات الطبية اللي بتؤديها هيئة الصحة دبي وشيء مشرف إن شاء الله الحمد لله إنه وصلنا لمرحلة من التقنيات ومن المشتوى بهيئة الصحة دبي تنافس يعني أكبر المراكز طيب وبالنسبة لي المستمعين كنصيحة طبية نصيحة طبية وأخوية إنهم يهتموا بالشيك أب اللي هو الروتين شيك أب اللي هو الكشف الدوري الروتيني أما على السكري أو للسراطنات أو للقلب شكرا لك شكرا دكتور باسل أنا أعرف اسمك دكتور حتى يمتهم استسفحة باسل الزمقان صح استشاري أمراض القلب وجراحة الصدر بمستشفة بيننا نحن شكريين لك هذه الزيارة وهذه التوضيحات الجميلة كانت حلقة حقيقة منئة بالمعلومات كل الشكر وكل التوفيق لكم إن شاء الله دائما وإلى الأعلى دائما إن شاء الله شكرا 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 إسماعيل أيضا مستمعين بس تذكير على السريع بالعيادة الذكية العيادة الذكية اليوم موجودة معاكم تعرفون الموضوع شوفوا الوسم العيادة الذكية عبر التويتر وعبر حساباتنا DHA أندرسكور دبي وأيضا اللي يبغي تابعها بالصوت والصورة ممكن أنه يشوفها عبر برنامج البليسكوب عموما تفاصيل أكثر ما أقدر أعطيكم يا لأن الوقت خلص تقبلوا تحياتي محمود يوسف ومن الإخراج محمد الصفار ومن التنسيق سارة يوسف وأيضا من الإعداد فريق قسم الإعلام وإلى الملتقى مطلع الأسبوع القادم ومواضيع صحية جديدة نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي